موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين في مناقشة المحقق الأصفهاني للتقريب الأول للمعنى الرابع لأصل اللزوم في البيع قال ما ملخصه وقد عرضناه مفصلا في البحث الماضي أو عرضنا بعضه وسنستكمل البعض الآخر في هذا البحث قال أن المراد بالمعنى الرابع ما هو عندما نقول المراد بالأصل في البيع اللزوم في المعنى الرابع أي الوضع اللغوي والبناء العرفي والشرعي قال ما المراد به هذا الكلام في المعنى الرابع هل المراد منه أن البيع محكوم باللزوم عرفاً وشرعاً ولحيثية معينة كما إذا كان المبيع معيباً أو حيواناً يحكم عرفاً وشرعاً بالجواز هل المراد بالمعنى الرابع هو هذا؟ إن كان المراد هو هذا التقريب الأول الذي ذكره وهناك تقريب ثاني شرحناه وسنتعرض لمناقشته للتقريب الأول للتقريب الثاني أيضاً حتى نستكمل المناقشات ثم نأخذ في تقديم بعض القراءات المتعلقة بها قال أن كان المراد بالمعنى الرابع هو هذا أن البيع محكوم باللزوم عرفاً وشرعاً ولحيثية ما يحكم بالجواز يقول إن كان المراد به ذلك فمعناها أن هذا الأصل لا ينفع في موارد الشك هذا الكلام ما ينفع في موارد الشك وهذه الأصالح أصالته هذه لا يمكن جريانها في موارد الشك نستفيد بنا في موارد الشك ونقول أن هناك أصل نرجع إليه ونرجع الفرد المشكوك إليه لماذا يقول لأن البناء العرفي عندما نقول أن هناك بناء عرفي في المقام فالشاء فالعرف في الحقيقة ليس له بناء عام بناء عام وبناء خاص أو بناء مطلق وبناء مقيد ليس له بناء عام حتى نقول أن العرفي بنائه العام يقول باللزوم يقول باللزوم وفي بنائه الخاص يقول بالجواز والسبب في ذلك أن العامل له عمل العرف العادة التي التزم بها العرف طريقة التي التزم بها العرف عمليا هذا العمل ليس له عموم ولا إطلاق الصيغ اللفظية لها عموم وأطلاق فيها سعة أما العمل ليس فيه عموم ولا إطلاق والله هذا عادة العمل السيرة وغير ذلك يؤخذ فيها بالحدود المتيقنة بالحد المتيقن فليس هناك بناء عام ومطلق عفوا عام وخاص حتى نقول في البناء العام في بنائه العام العرف يقول باللزوم في بنائه الخاص يقول بالجواز وإنما كل اللي موجود هو أن العرف يلتزم بجران البيع في موارد ولا يلتزم في موارد أخرى ويلتزم في موارد ولا يلتزم في موارد أخرى خاصة طبعا لحيثيات فإذا كان عندنا فرد مشكوك ولا نعلم هل هو مما يلتزم به العرف يعني يلتزم بجريانه أو هو من الموارد التي لا يلتزم فيها العرف لا يرى ضرورة الالتزام فيها بجريانها يعني هل هنا هذا الكلام التزامه في موارد وعدم التزامه في موارد أخرى خاصة هل هذا يعطينا الحق في القول بأن إذا الأصل هو الالتزام وبالتالي إذا جاءنا فرد مشكوك نسحبه إلى جانب الالتزام فنقول أن الأصل هو أن الأصل في هذا كونه مما يقول العرف بجريانه يقول هذا لا ينفع هنا لا يمكن أن نقول ذلك أساسا يلتزم في موارد ويلتزم في موارد لكن الالتزامه في موارد ليس أصالة هنا يرجع لها في موارد الشك وبالتالي نستطيع أن نأخذ الفرد المشكوك إليه إذن نبقى في حالة من الشك لا نعلم هل هو مما يجريه العرف أو مما لا يجريه العرف وذكرت تفصيلا آخر أيضا في المقام يقول هذا بالنسبة للبناء العرفي إذا قلنا بأن المراد بالمعنى الرابع هو أن العرف يحكم على البيع باللزوم ولحيثية معينة يحكم عليه بالجواز طبعا هذا ليس نهاية الكلام هذه مناقشة المحقق الأصفاني لكن هل هذه المناقشة التامة وغير تامة ذلك كلام ثاني الآن استعرض هذه المناقشة يعني هذا التحليل أنه يلتزم في موارد ويلتزم في موارد هل هذا تصوير دقيق للأصل الذي يقال به هناك أو لا هذا يمكن أن نتعرض له بعد ذلك لكن هذا تقريب أو يعني تصوير وبيان لمناقشة المحقق الأصفاني للمعنى الرابع بس بالتقريب الأول فإذن هذا جانب العرف الوضع اللغوي والبناء العرفي والشرعي يعني أن البيع محكوم باللزوم عرفا وشرعا ولحيثية معينة يحكم بالجواز عرفا وشرعا فهمنا هذا جانب البناء العرفي أو الحكم العرفي الشرعي كيف ما المقصود بالشرعي رأينا الآن في البناء العرفي أن مثل هذا البناء ما رايح ينفع في موارد الشق وهذه الأصالة لا يمكن إجراؤها في موارد الشق طيب خلنا نشوف الجانب الشرعي ما المقصود بالشرعي هنا البناء الشرعي يقول محاقق أو قلنا المقصود عفوا أن البيع محكوم شرعا قلنا محكوم عرفا وشرعا باللزوم ولحيثية يحكم عرفا وشرعا وفهمنا الجانب العرفي خلنا نجي للجانب الشرعي ما المراد به يقول الشرعي هنا عندما نقول البناء الشرعي هل يراد منه امضاء الشارع للبناء العرفي على سبيل عدم الردع يعني ليس عندنا هناك الفاظ ليس عندنا هناك اطلاق ليس عندنا هناك تأسيس من قبل الشارع لللزوم في البيع وانما الشارع لم يردع عن هذه الطريقة من المعاملات العرفية وبالتالي امضاها يعني امضاها على سبيل عدم الردع هل هو هذا معناه ان كان هذا هو المراد من البناء الشرعي فهذا راجع للبناء العرفي على كل حال ما في فرق يعني الذي قلناه قبل قليل وبالامس عن البناء العرفي يجري هنا يعني هو هو التزام بجريان البيع في موارد عامة لنقول وعدم الالتزام بجريان البيع في موارد خاصة او احيانا لنقول يعني نشوف عبارة المحقق ماذا قال حتى نلتزم بها قال بل مرجع الامر الى ان بناء العرف فيما عاد الموارد الخاصة على الالتزام بالبيع وفي الموارد الخاصة على عدمه طيب فيقول بناء على ذلك ان قلنا ان البناء الشري هنا هو عدم الرجع يعني ان الشارع المقدس رأى العرف في غير الموارد الخاصة يلتزم بجريان البيع وفي الموارد الخاصة لا يلتزم بجريان البيع سكت الشارع المقدس عن هذا العمل فامضى ولكن على سبيل عدم الردع ان قلنا هذا فهذا ارجعنا للبناء العرفي ما عندنا شي جديد غاية وانا كان الشارع نظر الى هذا فسكت عنه وبالتالي امضى يعني فالكلام هو الكلام هذا لن ينفعنا في موارد الشاك ايضا يعني البناء الشرع لا البناء العرفي سينفعنا في موارد الشاك ولا البناء الشرعي ايضا اللي هو امضاء البناء العرفي على سبيل عدم الردع ريح انفعنا في موارد الشاك لان هو البناء العرفي بنفسه غاية ما هناك اننا علمنا انها البناء العرفي قبل بيشارع فقط الشارع لم يتدخل في مرحلة تأسيس في عملية تأسيس فاذا البناء الشرعي الى الان ايضا مين في موارد الشاك وتارة لاحظون وتارة لا يكون البناء الشارعي على نحو التأسيس يعني الشارع المقدس عندما نقول بناء الشرعي او ان البيع محكوم شرعا باللزوم ولحيثية معينة يحكامه شرعا بالجواز لان الشارع اسس لذلك بغض النظر عن العرف كان العرف اسس او لم يؤسس طيب كان للعرف بناء او لم يكن للعرف بناء شارع المقدس جاء وقال هذا لا على سبيل عدم الرادع حتى لو جاء ليمضي لنفترض ان الشارع مو فقط اساس الشارع جاء يمضي عمل العرف يمضي البناء العرفي ولكن لا على سبيل عدم الرادع وانما بعمومات معينة طيب يعني الصياغ اللفظية فيها سعة واطلاق فيها عموم يقول اذا كان البناء الشرعي بهذه الكيفية الثانية اللي ننبر عنها بالكيفية التأسيسية يعني الشارع اسس او لا اقل امضى لكن لا على سبيل عدم الرادع وانما بعموم واطلاق بصياغ لفظية يقول هذا فيه عموم واطلاق وبالتالي ينفع في موارد الشك البناء العرفي لوحدة ما ينفع في موارد الشك بالطريقة التي قلناها لانه مجرد التزام بالطريقة المفاصلة التي ذكرناها والبناء الشرعي على سبيل عدم الرادع ما ينفع لانه لا يغير شيء من البناء العرفي ويبقى معناه بناء عرفي لكن الثاني لا معناه ان الشارع تدخل بصياغ لفظية فيها عموم فيها اطلاق فاذا كان عندنا عموم واطلاق وعندنا عموم يفيد او اطلاق يفيد بان الاصل في البيع ان يكون لازما طيب عندنا عمومات الشكل تقول افترضوا لنفترض الان فمعنى ذلك اننا في الفرد المشكوك اذا جاءنا فرد المشكوك ماذا سنقول نقول عندنا عموم واطلاق وبالتالي نجري نسحبه الى ال الاصل صحيح لكن يقول ومع ذلك حتى لو كان الامر بهذه الكيفية لاحظوا الدقة هنا حتى اذا اراد احد ان يناقش هذا المطلب كيف يناقشه يقول هنا صحيح هذا ينفع بالمشكوك ولكن لاحظوا لاحظوا الدقة وشوفوا يعني دقة بعض العلماء حقيقة في في تحليل المطالب حتى لو كانت هذه الدقة لا تنتهي الى المطابقة مع الواقع تفتح لك افق تفتح افاق تعطيك دقة في المعنى يقول هذا الكلام الذي نقوله وان كان ينفع في الموارد المشكوكة ويمكن اجراؤه لكن يقول هذا لحظة دققوا يقول لكن هذا معناه القاعدة في البيع لا ان معناه هذا هو الاصل لذات البيع يعني البيع ذاتا لاحظوا البيع ذاتا فيه هذا الاصل وهذه الاصالة لا البيع في ذاته ليس فيه هذه الاصالة وانما القاعدة الشرعية انه في موارد الشاك ان هناك عموم يقول ان الاصل في البيع ان القاعدة تقتضي هناك عموم يقول ان القاعدة في البيع تقتضي ان يكون البيع لازما لكن هذا مو معنى ان هو في ذاته البيع لازم لاحظوا ويقول وان نفع هذا في الموارد المشكوك لكن لا ينفعهم لانهم يعني الفقهاء يريدون من قولهم الوضع اللغة والبناء العرفي عندما يقول الاصل يريدون المعنى الثاني وهذا لا ينفع هنا ايضا يعني حتى لو كان البناء الشرعي بناء تأسيسي وليس فقط على سبيل عدن الرادع فانه لا يورث اصالة لذات البيع وانما يورث قاعدة يستند اليها في المقام وان كانت تنفع في الموارد المشكوكة لاحظوا كيف وبالتالي هذا الكلام سيرجعنا الى اين لو وصلنا الى هذا الكلام سيأتي هناك مزيد كلام طبعا في مناقشة التقريب الثاني لكن لو وصلنا الى هذا الكلام هذا سيرجعنا الى ماذا لاحظوا سيرجعنا الى ماذا لو تتأملون اذا قال انها القاعدة هنا معناها اذا كان هناك عمومات تأسيسية معناها ان هذا هو مختصى القاعدة في البيع قاعدة شرعية هذا واش معناه معنى ارجاع هذا الاصل ارجاع هذا المعنى وهو المعنى الرابع فيما اذا كان عندنا هناك عمومات ارجاع هذا المعنى الرابع الى المعنى الثاني لهذا الاصل لان الشيخ الانصاري عرض اربعة معاني المعنى الاول الراجح وهو كلام المحقق الكاركي معنى الاصل في البيع لازوم شنو الراجح للغلبة المعنى الثاني القاعدة المستفادة من العمومات المعنى الثالث الاستصحاب كما فهم واستظهر من عبارة التذكرة العلامة رحمة الله عليه المعنى الرابع الوضع اللغوي البناء العرفي والشارعي وهو كلام صدر الدين الرضوي في حاشيته على الوافية في اعتراضه على الفاضل التوني وانتصارا للشهيد الثاني رحمة الله عليه فالمعنى الثاني ما هو المعنى الثاني القاعدة المستفادة من العمومات فيقول اذا ان كان التقريب للمعنى الرابع هو الذي ذكرناه فالبناء العرفي او البناء الشرعي بمعنى عدم الردع ما ينفعنا في المقام هنا لانه لا ينفع في موارد المشكوكة واما البناء اذا قلنا البناء الشرعي هو البناء التأسيسي ليس فقط على سبيل عدم الردع فهو ينفع في موارد المشكوكة ولكن يرجعنا الى ماذا يرجعنا الى المعنى الثاني يعني معنى ان هذه هي القاعدة لان هذا هو الاصل في ذات البيع وهم يقول وهم يريدون ذاك يريدون ان يقولوا الاصل وبالتالي لا يتم المعنى الرابع ملاحظين وانما سنقول اذا بان معنى الاصل في البيع اللزوم القاعدة المستفادة من العمومات هذا معنى الذين استفيدوا من العمومات اوفوا بالعقود لا ان تكون تجارة عن تراضين المؤمنون عند شروطهم احل الله البيع كما سيأتي بحثهم مفصلا في البحوث القادمة يقول يقول من هذه العمومات استفيد قاعدة لا اكثر شوفوا العبارة الاخيرة واختم بيها التقريب الاول قال واما الثاني فمقتل العموم والاطلاق وان كان لزوم الفرد المشكوك اذا قلنا ان البناء الشرعي يعني هو البناء التأسيسي الا يقول ينفع في لزوم الفرد المشكوك الا انه من حيث كونه اصلا بمعنى القاعدة يعني ان الشارع اسس الى قاعدة معينة هنا في المقام لا من حيث كونه اصلا بمعنى ثبوته لذات البيع ان ذات البيع متقوم باللزوم لا ذات البيع اعام من اللزوم والجواز لكن القاعدة الشرعية اختضت ذلك والكلام في الاصالة بالمعنى الثاني في كلامهم فتدبروا فانه حقيق يأتي ان شاء الله التقريب او المناقشة للتقريب الثاني في الحوث القادمة صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيتي الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة